أوما زلتم تسألون وتستفهمون وتستفسرون وتفسرون وتحللون وتصعدون وتهونون وتخطبون وتحذرون وترهبون وتتوعدون وألف ونون يا دولة القانون كما تدعون إنهم المتظاهرون عراقيون خالصون لا أمريكيون ولا بريطانيون ولا فرنسيون ولا أرجنتينيون وذلك ربما يفسر لكم أنكم عاجزون عن فهم ما يريدون إنها كرامة وطن واو وطاء ونون نازل أخذ حقي والتحرير ساحتنا وبالأربعة جمعتنا العراق علمنا ورايتنا ومطالبنا كرامتنا أو شهادتنا غايتنا نصرنا والدم غايتهم مغايتنا أعزلوا سلمي وسلاحي بالبيت عفتا وأقدر لو أريد واحد بعشرة دام الدم رخصتا لكن آني أخوك وانت أخويا يقول يمس أخوتنا وأدري به سلاحك زين حامي صدرنا وساحتنا يا محلى الشهادة بالتحرير امتشفا بالعلم درعي قبل شوية لا بعد شرف والراس ما نكست أوصيكم ونفسي بعراقيتنا منذ الأول من أكتوبر وحتى الآن والتظاهرات مستمرة شهداء وجرحى ومعتقلون وقمع وحضر تجوال وقطع اتصال وتواصل البرلمان والحكومة لم يرقى بيانهما إلى مستوى المطالب الشعبية ما دفع بسقف المطالب إلى الحد الأعلى مع استمرار استخدام القوة بحق المتظاهرين مما فسر من قبلهم غياب حسن النية أو أدواتها وبناء على تجارب مماثلة سابقة أطلقت فيها وعود مماثلة على لسان حكومات سبقت حكومة عبد المهدي أو سلفه أو سلف سلفه ولكنها ما دخلت حيز العمل والتطبيق أبدا مما يبدو أي مبادرة عراقية أممية ستطرح إذا لم تكن بمستوى الحدث فخير لهم أن لا يطرقوها وإلا ستزيد المتظاهرين إصرارا وستحرج المتقدمين بها أكثر بل قد تسققهم الآن صار واضحا من المفروض ما يريده المتظاهرون وبقي فقط من يأخذ زمام المبادرة وذلك يبدأ بإجراءات وقف القمع ورفع حضر التجوال وإعادة خدمات الاتصال لإبداء حسن النية فيترى من بيده الصلاحية ذلك ومن الأقدر على التعاطي الأمثال هل تدرون سيادتكم الإجراءات التي تخذت تسببت لتضييق الخناق على الناس حتى في بيوتهم المستشفيات تعاني من صعوبة وصول كوادرها إلى عملهم إضافة إلى نقص في أكياس الدم وعجز المتبرعين من الوصول إلى المستشفيات للتبرع تعطيل الحياة شمل فقدان عناصر غذائية بسبب قطع الطرق الرئيسية في بغداد وبينها وبين بقية المحافظات ارتفاع أسعار استوانات الغاز إلى الضعف تعطيل محطات الوقود حتى بالنسبة للعاملين في المؤسسات الحساسة كل هذا في ملامح دولة سيادتكم والقائمة أطول من حياتكم السياسية بل بطول جراحات هذا الوطن